وفي لقاء خاص مع التلفزيون المصرية أكد عدد من النواب أهمية مترو الإسكندرية لخدمة أهالي المدينة وزائرها مشيرين إلى أن المنح لا تمثل عبءا على الخزانة العملة الدولة القرار الأول كان يتعلق بمنحة للدراسات الفنية لمترو الإسكندرية هيك عارفة أن هذا المشروع الحقيقة مشروع مهم جدا للمواطن السكندري وأيضا لزائر السكندرية في الصيف الحقيقة المشروع فعلا مشروع هام يمكن كان ينقصوا الحتة بتاع الدراسات الفنية لهذا المشروع ويمكن المنحة الحمد لله حوالي 600 ألف يورو 300 ألف يورو الأولانية للدعم الفني لهيئة الأنفاق عشان تقدر تعمل الدراسات الفنية وال300 ألف الأخرى عشان يعملوا بعض الدراسات للمشاكل بيئية اللي حتنتج عن مترو الأنفاق مثل هذه المنح هي منح هامة جدا لأنها لا تمثل عبق أبدا على خزانة الدولة المصرية يعني هي مش ما هيش قروض لا هي منح فبالتالي لابد من الاستثمارها الاستثمار الجيد فيما يصب فيه مصلحة الوطن ومصلحة المواطن النهاردة احنا بنتكلم على المنحة الخاصة بإنشاء خطوط سكك حديدية مع دولة السودان الشقيقة دولة السودان احنا دايما بنقول ان احنا شعب واحد عايش في بلدين بنا روابط تاريخية وثقافية واجتماعية عريقة جدا والنهاردة كمان إنشاء خطوط السكك الحديدية ده يعتبر استراتيجية هامة جدا وهيتم استثمارها للتكامل الأفريقي تقدمت الحكومة بمشروع قانون بالتجاوز عن متأخرات الدريبة والدريبة الإضافية وهو بنسبة 50% هي طبعا مشروع قانون في حد ذاته ممتاز وبيشيل أعباء كتير عن الممولين علشان دفع عجلة الانتاج وعلشان برضو ان العمالة اللي بتشتغل فيه المصانع والشركات الاستثمارية